التنقل إلى المحاكم لمسافات طويلة قد تزيد عن 400 كم في بعض المناطق النائية تنقل أنهك المتقاضي بالدرجة الأولى ها هو قطع العدالة يستحدث قضاء متنقل يسمح بتقريب الجلسات والجهات القضائية إليهم ويسمح هذا النظام نظام القضاء المتنقل بتقريب الجلسات والجهات القضائية إلى المواطنين في مقر سكنهم مما يجنبهم على التنقل على مئات الكيلومترات وأعتقد أننا بهذا الإجراء نكون قد حدثنا ثورة في التشريع الجزائري بناء على توجهات سيد رئيس الجمهورية أيضا قضاء بتشكيلة جلسة محاكمة يتنقل لمسافات طويلة وبتفاصيل ذاتها المعتمدة في المحاكم والمجالس القضائية إذن استحداث المحاكم المتنقلة والمجالس المتنقلة والدورية يعد مرحلة وخطوة هامة في تاريخ إصلاحات القضائية من جهة وفي تاريخ تعزيز الشرعية القانونية والمساعدة القانونية والعادلة وتقريبها إلى المواطن حتى المواطن البسيط خاصة في المناطق النائية وفقا لميكانيزمات واليات البعد الجغرافي حتى لا يتكبد عن الصفر ونقرب مبدأ التقاضي على درجة أكثر من أجل أن نطمنه ونحافظ على حقوقه المشروع ومراكزه القانونية وهذه المحاكم لديها بعد آخر ليس فقط بعد قانوني وقضاء لا يزيدها بعد اجتماعي من شأنها أن تمتص منحة البطالة وتخف الضغط على كل مسؤولية الجهات المحلية إلى غير ذلك قضاء متنقل سيخدم لا شك المتقاضين بالعديد من ولايات الوطن خاصة تلك النائية